شهدت الحديقة اليابانية بحلوان إقبالاً كبيراً من المواطنين في ثالث أيام عيد الأطحى المبارك للاستمتاع بجمال أشجارها النادرة وأظهارها المميزة تتميز الحديقة بتصميمها على الطريقة اليابانية كما أن بها ألعاب مائية للأطفال على قائمة زيارات الأسرة المصرية تأتي الحديقة اليابانية بحلوان لاحتوائها على مناظر جمالية تنقلق من مصر إلى اليابان فهي تتميز بتصميمها على الطريقة اليابانية أنا أول مرة وكده يعني بسهو مكان جميل جداً في حاجات حلوة يعني زي في مراكب في مياه والحاجات الحلوة دي نطلعنا نتنزه تمام في العيد ونفك عن نفسنا شوية كل واحد يجبوا الوصول بتاعته تمام ويقعدوا مع بعض وزي ما نشاف كلها عائلات الحديقة اليابانية تتميز بالهدوء والأشجار النادرة والأظهار المميزة والنباتات المتنوعة والتماثيل الضخمة كما أن بها ألعاب مائية للأطفال وبها تستطيع التقاط أفضل الصور التذكارية أنا جيت من زمان وأنا لسه برضو شاب صغير وجيت أنا والأولاد هنا العيال يعني مرتاحين وكويسين يعني المكان الجميل وهادي هي كلها جميل كلها مميزات يعني هي بجد ممتعة والأجواء حلوة ويعني كشكل هي حلوة جيتها قبل كده وبصراحة الأجواء زي الفل وممتعة جدا وإن شاء الله فيه أحسن كمان وكمان ما يقرب من ثلاثمائة حديقة عامة وخمسين حديقة متخصصة بالعاصمة تفتح أبوابها لسكان القاهرة الكبرى خلال أيام العيد بالألعاب الترفيهية والأماكن المميزة والمناظر الرائعة